بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني عشر أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس الأموات والأحصاء للفصل الدراسي الأول أعزائي الطلبة عنوان حلقتنا لهذا اليوم ستكون هي عبارة عن الإنحدار وسنتعرف على معادلة خط الإنحدار وكيف يمكننا أن نقوم بحسابها عزيزي الطالب كل هذه المعلومات ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا عدنا من جديد عزيزي الطالب كما سبق وأن ذكرت عزيزي الطالب قبل قليل بأن عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو الإنحدار وسوف نوجد معادلة خط الإنحدار انتبه معي عزيزي الطالب تعريف الإنحدار الإنحدار هو وصف العلاقة بين متغيرين معادلة خط الإنحدار هي المعادلة الخطية التي يمكن من خلالها التنبؤ بقيمة أحد المتغيرين إذا علمت قيمة المتغير الآخر بعد ذلك انتبه معي عزيزي الطالب سبق لنا دراسة معادلة الخط المستقيم على صورة صاد تساوي ميم سين زاء الجيم حيث ميم ترمز إلى ميل هذا المستقيم ومطلق جيم ترمز إلى الجزء المقطوع من محور الصادات انتبه معي عزيزي الطالب إلى الشكل الموجود لدي وكرر مرة أخرى نحن نعلم أن معادلة الخط المستقيم على صورة صاد تساوي ميم سين زاء الجيم حيث أن عزيزي الطالب ميم هي ترمز إلى ميل هذا المستقيم ومطلق جيم عزيزي الطالب ترمز إلى الجزء المقطوع كما هو ظاهرا لديك عزيزي الطالب على الشاشة من محور الصادات هذا المفهوم عزيزي الطالب هو مفهوما رياضي لكننا سوف نأخذ هذا المفهوم ولكن بالإحصاء انتبه معي أما في الإحصاء معادلة خط انحدار مستقيم تكتب على صورة صاد هاد تساوي ألف زائد باء سين حيث أن مطلق ألف عزيزي الطالب انتبه معي مطلق ألف كما هي ظاهرة لدي ترمز إلى طول الجزء المقطوع من محور الصادات وباء ترمز إلى ميل هذا المستقيم سوف نقوم عزيزي الطالب بإيجاد قيمة باء وهو ميل هذا المستقيم وهو يساوي كالآتي نون ضرب مجموع سين صاد حيث أن نون عدد القيم مجموع سين صاد ناقص مجموع سين ضرب مجموع صاد على نون مجموع سين تربيع ناقص مجموع سين الكل تربيع انتبه بدقة إلى هذا القانون ألف تساوي صاد شرطة ناقص باء سين شرطة حيث أن صاد شرطة هي عبارة عن المتوسط الحسابي لقيم صاد وسين شرطة هي عبارة عن المتوسط الحسابي لقيم سين وباء هو عبارة عن ميل هذا المستقيم كما سبق وأن ذكرت صاد شرطة يساوي مجموع صاد على نون وهو طريقة نقوم بها بحساب المتوسط الحسابي لصاد وسين شرطة يساوي مجموع سين على نون هناك خطوات بها نستطيع أن نوجد معادلة خط الانحدار صاد هاد تساوي ألف زائد باء سين وهذه هي المعادلة انتبه معي عزيزي الطالب أولا تعيين قيمة باء بعد ذلك تعيين قيمة ألف بعد ذلك نكتب معادلة خط الانحدار صاد هاد تساوي ألف زائد باء سين إذن نحتاج بهذه المعادلة إلى قيمة ألف ونحتاج أيضا إلى قيمة باء حتى يمكننا أن نكتب معادلة خط الانحدار بعد ذلك التنبؤ بقيمة صاد إذا علمت قيمة سين وبعد ذلك تحديد مقدار الخطأ في هذا التنبؤ مقدار الخطأ عزيزي الطالب يساوي القيمة المطلقة للقيمة الجدولية ناقص القيمة التي تحقق معادلة الانحدار وتكتب بطريقة أبسط وهي تساوي القيمة المطلقة لصاد سين ناقص طبعا صاد هاد سين أي بعد أن نقوم بالتعويض بقيمة سين من خلال المعادلة التي قمنا بإيجادها لنأخذ عزيزي الطالب مثالا على هذا الكلام انتبه معي صغطت كرة من ارتفاع خمسين مترا وتم تسجيل المسافات بالمتر التي قطعتها هذه الكرة كل نص ثانية لمدة ثلاث ثوان فأتت النتائج كما يوضح الجدول التالي هناك قيم لسين وهناك قيم لصاد سين صفر فصاد أيضا صفر بعد ذلك نص أصبحت قيمة صاد 1.2 من 10 بعد ذلك سين واحد صاد 4.9 من 10 سين واحد ونص صاد 11 سين اثنين صاد 19.5 سين اثنين ونص صاد 30.5 وأخيرا سين ثلاثة صاد 44 ما هو المطلوب عزيزي الطالب من السؤال؟ أولا أوجد معادلة خط الانحدار بعد ما توجد المعادلة ننظر إلى المطلب الآخر قدر قيمة المسافة صاد عندما سين تساوي 4 ثواني بعد ذلك أوجد مقدار الخطأ في المسافة عندما سين تساوي 2.5 ثانية لنبدأ الحل عزيزي الطالب انتبه معي نحن نعلم أن باء وهو عبارة عن ميل المستقيم يساوي نون مجموع سين صاد ناقص مجموع سين ضرب مجموع صاد على نون مجموع سين تربيع ناقص مجموع سين الكل تربيع لنبدأ تكوين الجدول سين صفر نص واحد واحد ونص اثنين اثنين ونص ثلاثة وصاد صفر واحد واثنين من عشرة اربعة وتسعة من عشرة اهدعش تسعة تعش ونص ثلاثين ونص اربعة واربعين وهذه القيم عزيزي الطالب أوجدناها من خلال رأس السؤال بعد ذلك نقوم بالآتي نوجد مجموع سين عزيزي الطالب بالطرق المعتادة بالجمع أي صفر زائد نص زائد واحد زائد واحد ونص زائد اثنين زائد اثنين ونص زائد ثلاثة يكون المجموع مجموع سين يساوي عشرة ونص بعد ذلك نقوم أيضا بإيجاد مجموع قيم صاد كالآتي صفر زائد واحد فاصل اثنين زائد اربعة فاصل تسعة من عشرة زائد اهدعش زائد تسعة تعش ونص زائد ثلاثين ونص زائد اربعة واربعين أيضا مجموع صاد يساوي امية ودعش فاصلة واحد من عشرة بعد ذلك عزيزي الطالب نقوم بإيجاد حاصل ضرب سين في صاد صفر في صفر يساوي عزيزي الطالب صفر نص ضرب واحد واثنين من عشرة يساوي ستة من عشرة واحد ضرب أربعة وتسعة من عشرة يساوي أربعة وتسعة من عشرة واحد ونص ضرب الهدعش عزيزي الطالب يساوي ستة عش ونص اثنين ضرب تسعة عش ونص يساوي عزيزي الطالب تسعة وثلاثين اثنين ونص ضرب ثلاثين ونص يساوي عزيزي الطالب 76.25% وأخيراً 3 ضرب 44 يساوي 132 بعد ذلك أيضاً نقوم بإيجاد مجموع سين صاد بإجراءنا للعمليات طبعاً عملية الجمع المعتادة يكون مجموع سين صاد يساوي 269.25% بعد ذلك نوجد قيمة سين تربيع سين تربيع نأخذ كل قيمة من سين ونقوم بتربيعها صفر تربيع عزيزي الطالب يساوي صفر بعد ذلك نص تربيع يساوي 25 من 100 واحد تربيع يساوي واحد واحد ونص تربيع يساوي اثنين وربع اثنين تربيع عزيزي الطالب يساوي أربعة اثنين ونص الكل تربيع يساوي 26.25% ثلاثة الكل تربيع يساوي عزيزي الطالب تسعة بعد ذلك نقوم بإيجاد مجموع سين تربيع كالآتي صفر زائد 25 من 100 زائد واحد زائد اثنين وربع زائد اربعة زائد ستة وربع زائد تسعة اي نقوم بعملية الجمع للعمود الاخير وهو سين تربيع لأن المطلوب عزيزي الطالب هنا هو مجموع سين تربيع اذا مجموع سين تربيع يساوي 22.75 ملم اذا اوجدنا مجموع سين اوجدنا مجموع صاد اوجدنا مجموع سين صاد واوجدنا مجموع سين تربيع لننتقل للخطوة الاخرى ودائما عزيزي الطالب حاول ان تكون مرتب في الحل حيث القيم المحسوب هضعها في اعلى الصفحة لديك حتى تستطيع الرجوع اليها متى محتجتها كما هو ظاهر نون تساوي عدد العناصر مجموع سين المحسوبة 10.5 مجموع صاد المحسوبة 11.1 مجموع سين صاد تساوي 269.25 ايضا محسوبة ومجموع سين تربيع تساوي 22.75 سين شرطة عزيزي الطالب وهي عبارة عن المتوسطة الحسابي لقيم سين تساوي 10.5 تقسيم السبعة تساوي 1.5 بعد ذلك صاد شرطة اي المتوسط الحسابي لقيم صاد تساوي 111.1 من 10 على 7 تساوي 15.8 714 من 10 اذا اوجدنا سين شرطة واوجدنا صاد شرطة عزيزي الطالب باق تساوي 7 ضرب 269.4 ناقص 10.5 ضرب 111.1 على 7 ضرب و 75 ناقص 10.5 لكل تربيع وبإجراءنا للعمليات الحسابية المختلفة عزيزي الطالب يكون طبعا البص لدي 718.2 من 10 على 49 و قيمة باق بعد إجراءنا للعمليات الحسابية المعتادة تساوي تقريبا 14.6 571 من 10 إذن أوجدنا قيمة باق المطلوبة بعد ذلك ألف تساوي صاد شرطة ناقص باق سين شرطة ألف بالتعويض بقيمة صاد شرطة وهي 15.8714 من 10 ناقص 14.6 571 من 10 ضرب 1.5 بإجراءنا للعمليات الحسابية المختلفة قيمة ألف تقريبا تساوي سالب 6.143 من 10 إذن أوجدنا باق وأوجدنا ألف نستطيع عزيزي الطالب بالآتي نتبه باق تقريبا 14.6571 من 10 تقريبا سالب 6.143 من 10 تقريبا إذن نكتب معادلة خط الانحدار وهي كالآتي صاد هاد تساوي ألف زائد باق سيم ألف موجودة لدي وهي محسوبة وباق موجودة لدي وهي محسوبة ونقوم بالتعويض بصورة مباشرة عزيزي الطالب كالآتي انتبه صاد هاد تساوي سالب 6.143 من 10 تالاف زائد 14.6571 من 10 تالاف سيم إذن هذه عزيزي الطالب هي معادلة خط الانحدار بعد ذلك بما أن صادها تساوي سالب 6.143 زائد 14.6571 من 10 تالاف سين إذن المسافة صاد عندما سين تساوي أربعة هي ستكون كالآتي نقوم عزيزي الطالب بالتعويض بقيمة سين تساوي أربعة بهذه المعادلة أي كالآتي صاد هاد عند الأربعة عندما سين تساوي أربعة تساوي سالب 6.143 من 10 زائد 14.6571 من 10 ضرب الأربعة وبإجراء العمليات الحسابية المختلفة إذن صاد هاد عند السين تساوي أربعة تقريبا 52.5141 متر بذلك أوجدنا قيمة صاد هاد عندما سين تساوي أربعة لنكمل عند سين تساوي 2.5 ثانية طبعا من صاد هاد تساوي طبعا نقوم بالتعويض بقيمة سين اللي هي 2.5 ثانية بقيمة السين اللي موجودة لدي هنا فتكون عزيزي الطالب كالآتي صاد عند الاثنين ونص صاد هاد عند الاثنين ونص تساوي سالب 6.143 من 10 زائد 14.6571 ضرب 2.5 وبإجراءنا للعمليات الحسابية المختلفة نجد أن صاد هاد عند الاثنين ونص ثانية تساوي 30.5 285 من 10 من الجدول عند سين تساوي 2.5 ثانية نجد أن صاد تساوي 30.5 ولإيجاد مقدار الخطأ عزيزي الطالب نحن نعلم أن القانون يساوي هو القيمة المطلقة لصاد سين أي الصاد طبعا الموجودة في الجدول ناقص صاد هاد للسين أي القيمة المحسوبة عند السين التي هي 2.5 وطبعا بعد ذلك نستطيع أن نقول أن مقدار الخطأ يساوي القيمة المطلقة 30.5 وهي مأخوذة من الجدول ناقص 30.5 285 وهي التي قمنا بحسابها من خلال المعادلة التي أوجدناها بعد ذلك بإجراءنا للعمليات الحسابية وهنا عملية طرح يكون مقدار الخطأ يساوي 285 من 10 تالاف لنأخذ مثال آخر عزيزي الطالب انتبه معي باستخدام البيانات التالية لقيم سين صاد انتبه معي هنا لدي قيم لسين 1 357 9 وقيم صاد لدي أيضا 2 5 9 10 14 المطلوب هو إيجاد معادلة خط الانحدار باء طبعا قيمة صاد عندما سين تساوي 10 والمطلوب جيم مقدار الخطأ عنده سين تساوي 5 ونحن نعلم كيف يمكننا حساب هذا النوع من التمارين فانتبه معي كالآتي عزيزي الطالب كما تعودنا نحن نعلم قيمة باء انها تساوي نون مجموع سين صاد ناقص مجموع سين في مجموع صاد على نون مجموع سين تربيع ناقص مجموع سين لكل تربيع بالتعويض بصورة مباشرة لدي قيم سين ولدي قيم صاد نوجد قيمة حاصل ضرب سين في صاد انتبه معي كما هو ظاهر أولا مجموع سين 1 زاد 3 زاد 5 زاد 7 زاد 9 يساوي مجموع سين 25 مجموع قيم صاد أيضا عزيزي الطالب تساوي 2 زاد 5 زاد 9 زاد 10 زاد 14 مجموع صاد تساوي 40 بعد ذلك نقوم بإيجاد حاصل ضرب سين صاد 1 في 2 عبارة عن 2 3 في 5 عبارة عن 15 5 9 تساوي عزيزي الطالب 45 وهكذا بالنسبة لباقي القيم يكون كما هو ظاهر لديك على الشاشة عزيزي الطالب كالآتي بعد ذلك عزيزي الطالب نقوم بإيجاد مجموع سين صاد ويكون مجموع سين صاد بعد إدراءنا لعمليات الجم 256 بعد ذلك ننتقل إلى سين عزيزي الطالب 1 تربيع 1 3 تربيع 9 5 تربيع 25 وهكذا بالنسبة لباقي القيم فسيكون عزيزي الطالب بعد ذلك طبعا نوجد مجموع سين تربيع ومجموع سين تربيع نحن نعلم أننا نأخذ مجموع القيم الموجودة طبعا أسفل السين تربيع ومجموع سين تربيع يساوي 165 وكما تعودنا عزيزي الطالب نقوم 5 تساوي 5 صاد شرطة هي أيضا مجموع قيم صاد على نون أي 40 تقسيم 5 تساوي 8 بعد ذلك نقوم عزيزي الطالب بالتعويض مباشرة من خلال قانون باع وباع تساوي 5 في 256 ناقص 25 في 40 على 5 في 165 ناقص 25 لكل تربيع فتكون قيمة باع عزيزي الطالب تساوي 1.4 إذن أوجدنا قيمة باع عزيزي الطالب الآن سوف نوجد قيمة ألف لدينا صاد شرطة لدينا قيمة باع ولدينا قيمة سين شرطة بالتعويض مباشرة 8 ناقص 1.4 من 10 ضرب الخمسة بإجراءنا للعمليات الحسابية المختلفة سنجد أن قيمة ألف عزيزي الطالب تساوي الواحد إذن أوجدنا باع وأوجدنا الألف إذن من السهل الآن أن نوجد معادلة خط الانحدار انتبه معي معادلة خط الانحدار نحن نعلم أنها تساوي صاد هاد تساوي ألف زائد باع سين بالتعويض بقيمة ألف وبقيمة باع ستكون صاد هاد تساوي 1 زائد 1.4 سين وبما أن صاد هاد تساوي 1 زائد 1.4 سين والمطلوب هنا أن نوجد قيمة صاد هاد عند سين تساوي 10 فإننا كما سبق وانذكرناك نقوم بالتعويض بقيمة سين بالقيمة 10 فصاد عند العشرة صاد هاد عند العشرة تساوي 1 زائد 1.4 ضرب العشرة بإجراءنا للعمليات الحسابية المختلفة صاد هاد تساوي 15 بعد ذلك عزيزي الطالب عند سين تساوي 5 نقوم أيضا بالتعويض بقيمة 5 بدل السين فستكون صاد هاد تساوي 1 زائد 1.4 السين أي في الخمسة كما هو ظاهر لديك على الشاشة عزيزي الطالب فبالتالي صاد هاد عند الخمسة تساوي 8 من الجدول لأن المطلوب لدينا هنا عزيزي الطالب أن نوجد مقدار الخطأ طبعا ونحن نعلم أن مقدار الخطأ يساوي القيمة المطلقة للقيمة الجدولية ناقص طبعا القيمة المحسوبة لديه بد هذه الصورة مقدار الخطأ يساوي القيمة المطلقة لصاد سين ناقص صاد سين بالتعويض مباشرة 9 ناقص الثمانية عزيزي الطالب سيكون مقدار الخطأ يساوي 1 عزيزي الطالب لنأخذ عزيزي الطالب نوع آخر من الأسئلة وهي الأسئلة الموضوعية انتبه معي في البنود التالية عبارات ظل الألف إذا كانت العبارة صحيحة وظل الباء إذا كانت العبارة خاطئة لنبدأ أولا الانحدار هو وصف العلاقة بين متغيرين طبعا من التعريف في بداية الحلقة نحن نعلم أن الانحدار هو فعلا وصف العلاقة بين متغيرين إذن ستكون هذه العبارة عبارة صحيحة وسوف نقوم بالتضليل على الرمز ألف لكل بند مما يلي عدة اختيارات واحدة فقط منها صحيح وظل دائرة الرمز الدال على الاختيار الصحيح انتبه معي أثنين إذا كانت معادلة خط الانحدار للمتغيرين سين وصاد هي صادها تساوي خمسة ونص زائد ثلاثة فاصلة أربعة سين فإن قيمة صاد المتوقعة عندما سين تساوي ستة هي طبعا نحن نعلم عزيزي الطالب بما أن المطلوب هو قيمة صاد المتوقعة عند قيمة معلومة لدي وهي سين تساوي ستة نقوم بمجرد التعويض بأننا نقوم بالتعويض بدل السين بالمقدار ستة أو بالقيمة ستة كالآتي انتبه معي صادها تساوي خمسة ونص زائد ثلاثة فاصلة أربعة سين أي خمسة ونص زائد ثلاثة فاصلة أربعة ضرب ستة وبإجراءنا للعمليات الحسابية المختلفة ستكون قيمة صادها عند سين تساوي ستة هي خمسة وعشرين فاصلة تسعة بذلك سوف نقوم بالتضليل على الرمز عزيزي الطالب هو الرمز دال لنأخذ هذا السؤال من الجدول التالي طبعاً كما هو ظاهر لديك الجدول معادلة خط الانحدار هي صادها تساوي سالب ثلاثة فاصلة خمسة بلمية سين زائد خمسة وعشرين ونص فإن مقدار الخطأ سين يساوي خمسة تساوي كما نعلم عزيزي الطالب أننا بداية نقوم بالآتي صادها التي تساوي سالب ثلاثة فاصلة خمسة بلمية سين زائد خمسة وعشرين ونص نقوم بالتعويض بقيمة سين هنا من خلال هذه المعادلة فسنكون صادها عندما سين تساوي خمسة تساوي سالب ثلاثة وخمسة من عم خمسة بلمية ضرب خمسة زائد خمسة وعشرين ونص وبعد ذلك بإجراءنا للعمليات الحسابية تساوي عشر وربع انتجه إلى الجدول عزيزي الطالب وابحث عندما سين تساوي الخمسة نلاحظ أنه عند الجدول عندما سين تساوي الخمسة قيمة صاد تتكون تساوي عشر بذلك فإن مقدار الخطأ عزيزي الطالب صاد خمسة طبعاً أو مقدار الخطأ يساوي القيمة المطلقة للقيمة الجدولية عندما سين تساوي خمسة ناقص القيمة المحسوبة عندما سين تساوي خمسة كما هو ظاهر لديك على الشاشة يساوي القيمة المطلقة عشرة ناقص عشرة وربع طبعا يساوي عزيزي الطالب خمسة وعشرين بلمية أي سيكون الاختيار عزيزي الطالب هو الاختيار للرمز ألف سبح معي عزيزي الطالب في ختام حلقتنا لهذا اليوم أخذنا معادلة خط الانحدار وكيف نوجد هذه المعادلة وكيف يمكننا إيجاد باء وإيجاد قيمة ألف من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة عزيزي الطالب في ختام حلقتنا لهذا اليوم أتمنى لكم أن تكونوا قد استفدتم معنا ولنا لقاء في حلقات قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة